أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن تواصل صعود فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية على منصة التتويج يجسد مكانة الفريق في المشاركات الخارجية وحرصهم على بذل الجهود لمواصلة تحقيق الأهداف والترويج لمملكة البحرين في المحافل الأوروبية وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بفوز دراج الفريق داميانو كاروسو بالجولة التاسعة في طواف لفولتا الذي أقيم في إسبانيا مبينا سموه إلى أن هذا الانتصار يؤكد ما يمتلكه الفريق من إمكانيات عالية ورؤية مميزة تساهم في تواجده الدائم على منصات التتويج وأضف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية يمتلك إمكانيات عالية من دراجين وفنيين وجهاز إداري حيث يحرصون دائما على إبراز قدراتهم في المشاركات الأوروبية وبذلوا جهودا كبيرة من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سعداء برؤية اسم مملكة البحرين في المحافل الأوروبية والصعود على منصات التتويج وسوف نحرص على مواصلة دعم الفريق في المحافل القادمة وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالإمكانيات العالية التي يمتلكها الدراج داميانو كاروسو ومتمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح